مستوى الشخص يعني كنت لسه بتكلم مع حركة دلوقتي هو كان شخص مباشر جدا بس حركة قلتلي حكاية انه لو عرفت تمسك الجزء النفسي بتاعه تلاقي حد مختلف تلاقي شخص مختلفة ورغم انه كان حد ده حد لدرجة يتحولك حاجة برزب القانون بتاعه لما رشح نفسه في نقابة الممثلين أي واحد بيرشح نفسه الحد الأدنى بيعمل ايه؟ بيدي صوته لنفسه مش كده؟ ده أقل حاجة يعني يمكن انت عندك لا مش هكلم طرقين تخبني أوكي مش هعمل يفطه برضو قرده أفهمه مش هعمل حاجة خالص بس يتنزل من بيتكو تدي صوتك لنفسك صح؟ الحد الأدنى ده ما كانش بيعملوه وياخد أعلى الأصوات حتى الحد الأدنى هو المنطقي البشري هو ما كانش بيحطوا صوته لنفسه؟ ما كانش بينزل ما كانش بيروح ما كانش بيروح انت والله عايزيني أنا يعني بيكسبوا هو مش موجود أصلا ده كمان مش واقف ليه؟ هو قالك أنا جاي أخدم النقابة أخدم الناس دول مش أخد فلوس كويس؟ إذا هم مش حاسين بسطري هخدمهم خلص هو فعلا جد قوي فإن أنا بنزل النقابة دي عشان أخدم الناس طبعا كان مثلا عشرف زكي النقيب بيستغلوا ده استغلال حميد قطعا نجومية هشام يخاطب المسؤولين يقبلهم يخلص أشياء كتيرة هو نعمل خص المسؤولين وخدراته كمان على الحوار وهكذا هو كان عنده الحتة دي عالية جدا وكان بيديها للناس فشوف التركيبة الخاصة قوي إن أنا مش حنزل الانتخابات أدي صوت النفسي ده مفتاح له أول ما تمسك المفتاح خلاص فكرة إنه هشام سليم اشتغل مع مخرجين كطار اشتغل مع عدد كبير من المخرجين وكلهم مختلفين عن بعض وشريف عرفة في مدارس مختلفة عن بعض تماما مزبوط مزبوط إيه اللي خل المخرجين دايما يبقى هو عندهم اختيار رغم أنه مثلا يعني تلاقي لو شريف بيخرج بطريقة مختلفة عن أكيد عن ميوسف الشهينة فأنا هروح لا لا ده 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 الراجل ده بيشتغل مع ميوسف الشهينة أنا هاخده في سكة ثانية خالص لكن أنا برضو روحت له برضو روحت للإسم ده والإسم ده وفي يشتغل معهم كله ممكن تشرح للمعادة فيه فنانين متعدد الأنغام يعني يؤدي استعراضي هتلاقي عمل استعراضي هايغني وحيرقص وحيصدقه كوميدي هتلاقيه لايت كوميدي تراجدي تمام جان هو حيلعب دول الشرير برضو موجود ففكرة الفنان اللي هو متعدد الأنغام الدرامية فعلا ده بيبقى بالنسبة للمخرج يعني زي تعرف فيه فنانين بشبههم بالسلصال ودول قلة نادرة جدا السلصال هو لسه بيستخدم السلصال في المدارس ولا بطلقه بالنسبة للهيال بتقالي يشتغلوه 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 كويس على أيامنا كمهود الخوفتي يكون اتلغى أنا متأخذ من بنتي في الجامعة بتشتغلوه سلصال من كم يوم عشان تعملوه فخار ويعني ده دراستها لا بلسه موجود بناخد كده السلصال ده ونعملوه مش عارفة شخصيات فهو فيه شخصيات كده تقدر تعملها زي ما انت عايز هشام بالرغم انه يبدو كده انه يعني فيه في ملامحه قالب اه تحس انه قالب واحد لكن جوا يعني هنا بقى الأنغام مش في الملامح لا في الوجدان في العمق وده اللي بيدي مساحة عريضة جدا للمخرجين اللي هما على اختلاف زي ما انت قلت يوسف شهين ايه علاقته بشيف عرفة ايه علاقته برافة الميه في حتة تانية حالس اللي ادعهم كل المساحات دي في التفكير هو انه شام وجدانه قادر على التلون